اشتركوا في القناة مع وليد عبود في الحلقة الاولى شخصت دكتور نيزار يونس الامراض اللبنانية والتفاعلات غير الاعتيادية التي تسببت بها وحلقة اليوم مخصصة لتلمس طريق الانفراج حتى لا نصل الى الانفجار فهل السقوط نهاية المطاف ام ان ارادة البقاء ستجعلنا ننتصر وهل يكفي الرأسمال البشري للخروج من الورطة المالية وكيف السبيل للانتقال من دولة طائفية مفلسة الى دولة علمانية ثرية بره جديدة نطل عليكم مشاهدينا من عين الحفة مع الدكتور نيزار يونس الذي يجاور السماء من هنا ويمكنه بالتالي ان يرى من فوق دكتور نيزار اهلا وسهلا فيك معنا بهالحلقة التانية الخاصة مع وليد عبد شكرا 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 سيزو رح نرجع نبدأ طبعا يعني انطلاقا من قضايا الطائف وما يطرحها من اشكاليات كتيري الاشكالية الاولى يلي بيقول بعض انه ما في تساوي بالالتزامات والواجبات بين اللبنانيين فيما يتعلق بهذا الطائف هل انت من هذا رأيي او لا انا من رأيي انه ما ممكن يكون عنا وطن اذا ما كنا متساوين جميعا والطائف هو الذي اكد هذه المساوات وكل كلام يخالف ذلك هو كلام استنفد من المنظومة السياسية حتى تبقى مكلسة في محلة ولكن هذا الكلاب غير صحيح هل الطائف هو دستور برأيك؟ يا سيدي اول شيء كتير من نحكي انه دستور الطائف ما في شيء اسمه دستور الطائف بدنا نفرق بين المثاق والدستور المثاق هو المثاق للوطن الاوطان طبنا على المثاق العيش معا اي وطن نريد هذا هو المثاق والمثاق هو مقدمة الدستور بتراتبية المعايير القانونية يتقدم المثاق على الدستور يعني ذلك انه ما فينا نكون ولا نصف الدستور يخالف ما جاء في المثاق فاذا الطائف هو مثاق هو مثاق العيش معا للوطن اللبناني تعددي المتنوع لقابل شراكة كل اللبنانيين اما دستور فهو للدولي اكيد ان الدستور يجب ان يتضمن كل ما جاء في مبادئ المثاق كل مبادئ الطائف ما بيخالفها لانه هذه تتقدم على كل شيء اخر ما فيه يتقدم معا الا تعرف النظام العام يعني الورد الببليك بعد الورد الببليك يقتل المثاق بعد المثاق يقتل الدستور وبعد الدستور تقتل القوانين هلا الدستور دستور ماذا يسمى لدستور الطائف هو ما له علاقة لانه في كتير من احكامه مخالف لمثاق الطائف والدستور هو صناعة صناعة هندسية الى حد ما يعني الدستور معمول مشان ادارة الحياة صحيح ادارة الدولة ادارة الدولة مشان تالدولة ويدارة المؤسسات منشان الخير العام مشان الرغد مشان السعادة مشان حرية الناس الدستور هو الشيء الذي يعدل على طول كل الدستور تعدل هل انت اليوم مع تعديل هذا الدستور؟ طبعا طبعا لانه لانه هذا هذا الدستور اول شيء هذا الدستور عندما وضع هذا الدستور لم يوضع لنظام المخاصصة اسم منه كتير يعني اليوم ما في اسوأ من هذا الدستور في العالم المثاق الدستور يجب ان يعكس تماما المثاق ويجب ان يعكس مشان تناعمل دولة مدنية دولة قبل الحياة مشان الدستور اليوم نتقاتل دايما ما هي صلاحيات تشكيل الهيئة الوطن ماش قبل الهيئة الوطن ما هي تشكيل الوزارة اه من يملك الصلاحية ايه طيب نحن في نظامنا يعني لدي بانه دستور يحدد هذا الموضوع واذا ما نضل نتقاتل عشر سنين خمسة عشر سنين تنعرف مين شو صلاحية الرئيس وشو حصة الرئيس اول شي رئيس الدولي ما له حصة يعني رئيس الدولي هو رئيس الكل كل الدولي حصته رئيس الدولي كل الدولي حصته هل انت انطلاقا من هون يعني مدام عم نحكي تعديل دستور هل انت مع الزهاب نحو جمهورية تالتي عم نسمع انه بدأت بعض الاصوات انه يمكن اذا عقدت الامور لم ينتخب رئيس رحنا الى الفوضى يمكن ساعتها الامور تحتم الوصول الى الجمهورية التالتي هل انت مع هذا الامر يا سيدي اول شي خلينا نوضح كمان هون كلام اليوم الجمهورية التالتي طبعا لانه بس الجمهورية التالتي معناتها اكمال الطائف شو ماذا نص الطائف الطائف عطاك انهاء الحرب عمل التسوية التاريخية مشين انهاء الحرب القائمة على المساوات بين كل المواطنين وعلى الجدارة والكفاءة كمقياس للمراكز هذا هو الطائف وترك الى اللبنانيين بالحوار بينتهم كيف بدهم يطلعوا من نظام الطوائف يعني كيف بدهم يعدلوا دستورهم حتى دستورهم ما يبقى فيه ما يرجعك للطوائف يمكن اليوم حزب الله من اشد المتحمسين للوصول الى الجمهورية التالتي بس برأيك هل حزب الله متحمس لتطبيق الطائف الطبيعي انه اليوم اليوم الحقيقة بكل كتاب الطائف ذلك المجهول بقول انه طائف يعني كل طائفي من لبنان في نظام المخاصصة عنده نظرة الى طائف يعني المسيحيين هنه ضد الطائف بالمطلق لانه بيعتبروا ان الطائف شلحهم صلاحيات رئيسة الجمهورية علما علما مزبوط علما انه رئيسة الجمهورية ليست المسيحيين في الطائف السني مع الطائف لانه بيعتبروا انه اعطيوا مركز اعطي رئيس الحكومي والحكومي صحيح يعني حزب الله في الشيعة برأيي هو ضد الطائف لانه اكيد ما في يكون الا ضد الطائف لانه الطائف هو لقيام دولي علماني اليوم اللي بيقولوا لنا كلهم دولي مدنية ما هي الدولي المدنية الدولي المدنية هي لا عسكرية ولا تيوكراطية فإذا بس الدولي ما بتكون دولي علمانية يعني الدولي المدنية لا تفصل الدين عن الدولة هل فينا اليوم الحالة الشيعية السياسية نختصرها بحزب الله الحقيقة يعني مثل ما فينا مثل ما المسيحية السياسية اليوم تختصرها بمواقع قوة أنا ما بعرف شو هي مواقع القوة الحقيقية ضمن الثنائية بس بعرف أنه هذه الثنائية الشيعية مشكل جسم يعني صعب اختراقه ولكن علما أنه أنا يعني بممارستي بعرف أنه الطائف الشيعية أو الشيعة في لبنان من شيعة محمد مهدي شمس الدهين وشيعة الإمام الصدر وشيعة الشيعة المتنورة أنا برأيه أني أكثر الناس تعلقة في لبنان وأكثر الناس جدارة من شين أنه هني سهموا بنهضة لبنان وبعلمة لبنان أنا كأصدقاء الشيعة العلمينيين أكثر مني يعني ما فيني أقول الشيعة كطائفي فيني أقول الشيعة السياسية الشيعية السياسية الممثلة بحزب الله وبحركة نعم نعم هذه الثنائية الشيعية المشكلة بي عندها رغبة يمكن أنه عمل مخاصصة من نوع تالي آخر هلأ عندنا يمكن هوني كمان الشيعية السياسية وعندنا الشيعية العسكرية الممثلة بحزب الله يعني برأيك كمان إلى أي حد فينا نصال إلى هالجمهورية اللي عم تدعي لها في ظل وجود سلاح الطائف كان حاسم في الموضوع الطائف أقر بموضوع السيادي اللي من أقرأينا أنه لبنان وطن سيد مستقل عن كده أنه خلال ستة شهر يجب حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية أنا ما بعتقد أنه اليوم وجود حزب الله في لبنان وجود شرعي يعني يوم بالزمان الحقيقة أنه أنا بدي فرق إلى حد ما ما بين الوجود العسكري السوري اللي كان في لبنان والوجود العسكري طبع حزب الله الوجود العسكري السوري الحقيقة سوريين عرب مثلنا وكان وجود عندهم عسكر لبناني وكان هذا العسكر يتلقى أوامره من قياداته اللي هي عربية أما اليوم أنا هذا الثلاح اليوم الموجود أنا ما بعرف من من يتلقى أوامره يعني يمكن يتلقى أوامره وماش أكيد مش من لبنان وأكيد مش من العرب فإذا أنا أعتقد يعني من أيضا؟ يعني من إيران طبعا يعني لي ما بنقوله يعني هذا هذا إقرار منهم وماش بصحيين فيه يعني هذا هذا أنا أعتقد أنه ما قلنا حق في لبنان أنه يكون عندنا وجود عسكري إيراني وفي هذا الكتاب أنا في كتابي أنا عام الوصية بالحملني عن شير الكتاب ولكن في وسيتي بطلب بطلب وسيتي لحزب الله أنه إذا أرادوا العيش معاً لازم يتخلوا عن سلاحهم لأنه المثاق بيقول هايك شيء المثاق مثاق العيش مع بعضنا مثاق العيش المشترك أقر الشيء الرئيسي في هذا المثاق أنه بنا نحل الميليشيات بس بيظل هالوضع برأيك رح نوصل إلى هالحل أيضا؟ أنا برأيي ما في حل آخر وهذا المشين هيك بقول المثاق أو الانفكاق لأنني أنا بعتقد إذا ما وصلنا إلى هذا الحق بلدنا رايح للصوملي وما حدا ما حدا يفكر أنه عنده قوة عسكرية أنه يمنع الصوملي في لبنان ما حدا يعني رح نوصل للصوداء وأنا بعتقد مش مسموح في الوقت الحاضر أنه على شاطئ هذا الشاطئ من البحر الأبير المتوسط يكون فيه صومال جديد بس برأيك ما أنه هذه إذا بدنا ناخد النظرية الأولى بالـ 75 ما أنه هذا الأصد من كل الحرب اللبنانية الوصول إلى الصوملي أو نوع من أنواع التقسيم؟ أنا ما بعتقد ما بعتقد الحرب كان سببه للتقسيم الحرب كانت حرب طبيعية بين نظام سياسي طائفي أدى إلى عاملين عامل مثل ما قلتلك عامل يعني من اللقاء هيمني طائفي معين على لبنان هذه الطائفة الهيمني من فريق في لبنان ما كانوا المسيحيين هني المهيمنين بس كان فريق من المسيحيين مهيما على الأوضاع في لبنان أدى هذا الموضوع كما ذكرت سابقا إلى غبن عند المسلمين وهذا الموضوع يعني الغبن عند المسلمين يعني الشيء كان موجود ونحن عجيلنا عايش هذا الغبن وبالمقابل كان في خوف عند المسيحيين على أساس هذا الغبن عند المسلمين يولد انجرافهم وخروجهم من لبنان يعني الناس كانوا يطلبوا تجزئتهم لبنان ليس كانوا يطلبوا انضمامه يعني ما كان لبنان قادر أن نعيش يعني الحرب اللبنانية صارت من جراء نظامنا السياسة الطائفة النظام اللاشرعي لتأسس على أساس أنه مش وبعد هذه العلة العلة الطائفية يعني بتقول بالكتاب لنا وطن لمثيلة له في الدنيا وما أصابه ليس لعلة فيه بل لعلة فينا شو هي العلة اللي عم تحكي عنها؟ هي العلة الطائفية ولكن العلة الطائفية منى متجزرة فينا العلة الطائفية مثل ما بقول هي جريمة مدبرة وهي وهم يعني هالعلة الطائفية أنا ما بعتل أنه نحنا في طبيعتنا يعني من خلال خبراتنا كلنا من خلال علاقاتنا كلنا ومن خلال حياتنا اليومية بس هي وهم أو حقيقة؟ هي وهم وجريمة في وهم واللي كبر هالوهم لأنه هالوهم الوهم فيك تطلع منه ولكن الجريمة المقصودة من شان تطييف لبنان هي جريمة مدبرة من مين؟ من مين هالجريمة مدبرة؟ أكيد أنه الإخوان الإسرائيلي كان فيه بالبداية هؤلاء أولاد عامنا كان فيه بالإدامة رغبة أنه نكون مثلهم نكون العنصريين ما في شك أنه هن يساعدوا يعني بترويج هذه الفكرة أنه بترويج الحصة الطائفية بترويج أنه هذا الشعور بالخوف وبالكذا والجماعة مختدرين في مرحلة من المراحل ولكن كيف هن أولاد عامنا؟ أنه ذكرت عبادة هن أولاد عامنا ما هيك عم بيقوله بحالة عداء معهم يا حبيبي أبراهام السلالة الإبراهيمية هكذا يقال أنه كلنا شعوب سيمية هذي الحضارة الأساسية اللي هي حضارة ما بين النهرين اللي هي حضارة توررت منها كل الأديان السماوية اللي هي بنقول يعني مش عايب إذا بقول أنه اليهود واللي ادعمنا أنا ما عندي ولا شيء ضد اليهودي كإنسان يعني في كثير من اليهود كمان النساس طيبين وناس كذا يعني هذا هي على اليهودية طيبين بس أنت ضد السهيونية أنا طبعا ضد السهيونية وضد السهيونية بعنف لأنه هذا نقيد كمان لمساخنا ونقيد لمبادئنا ونقيد لقيمنا ونقيد للشيء اللي عيشنا فيه والشيء اللي بدنا ياه ولي طموخاتنا الطبيعي فإذا نرجع للمقاومة الفلسطينية يعني هون بحب أقول لك أنه أول شهداء أول شهداء سأطوا من المقاومة اللبنانية لسنة الألف وتسعمية وأربعة وثمينين من قرية اسمها بادياس وإذا بدك بعطيك أسمائه يعني نحن أنا تبنيتهم وأنا ضليت أولاد الشهداء ضليت ساعدهم حتى بلغوا صار فيه واحد منهم مهندس وواحد كذا بدون ما تعرفت عليهم ولكن بدي أتعرف عليهم لأني أنا بعتل أن مقاومة العدو وقت اللي كان على حدودنا وقت اللي كان عم بيقتلنا هو كان واجب ولكن المقاومة العدو لأسباب تتعدينا ولأسباب ما لنا علاقة فيها هذا بعتد أنه تعدي على الوطن هي اليوم حقيقة لأسباب تتعدين أو تتعدى وجودنا أو يتعلق بتوازن استراتيجي يعني عم بيقول حزب الله اليوم أنه سلاحه هو اللي تحقيق التوازن الاستراتيجي مع العدو الإسرائي يا سيدي أنا ما لا شيء يعني فيه سن فيه عام 2006 نعم فيه كان حديث إذاعي أنا 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 يعني فيه هذا الحديث الإذاعي اللي موجود يعني بشوف تسأل طاني حقا طاني أنه فيه هذا الحديث الإذاعي أنا قلت أنه سلاح حزب الله سيجرنا للحرب قبل حرب 2006 يعني انتظرت هذا الشيء السلاح سلاح إسرائيل منه سلاح استراتيجي مشان محاربة الدولة الإسرائيلية ولنه سلاح استراتيجي مشان محاربة حرود لبنان هو سلاح تغير هذا السلاح لم كان فيه احتلال إسرائيلي كان فيه سلاح كل اللبنانيين كانوا عم يقوموا قلتلك أنا منهم أنا منهم ولكن ما فينا نقول أنه هذا السلاح هو اليوم هو سلاحنا هذا السلاح اللي وصلنا لهذا يعني برأيك اليوم سلاح حزب الله هو لأهداف غير لبنانية أنا برأيي أكيد 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 لأهداف غير لبنانية وما أنه لتحقيق خليني أقوله بصراحة وقدام كل المشاهدين أنا بقول لو لسلاح حزب الله كان وضع لبنان اليوم مئة مرة أحسن ما هو اليوم وكانت إسرائيل بتخاف منها اليوم إسرائيل منا خايفة من سلاح حزب الله أنا برأي أن إسرائيل كانت ما بعرف اليوم بس كانت سعيدي خلال فترة طويلة بوجود سلاح حزب الله بذكرك بني بدك تشوف محضر بين مستر بيكر وبين سعود الفيصل بين مستر بيكر وبين سعود الفيصل جيمس بيكر جيمس بيكر يعني كان وزير خزية أمريكا وتحدثوا عن هذا الموضوع وعن موضوع الحدود وعن موضوع كذا إذا قرأ من يقرأ هذا الهذا الهذا طب بس الخلاصة في تنقل فرد ما ذا الخلاصة أنه إسرائيل اليوم شو الإزعاج تباعه لأي ملا حزب الله أولك لبنان لو كنا نحن الصناعة أحسن من إسرائيل وثقافة أحسن من إسرائيل وسياحة أحسن من إسرائيل كان بيضيئة أكتر ولا بيضيئة وجود حزب الله والفينيل على حدودها أنا لاتو خزني بحكي حقيقة وما بدي أحكي أنا الشباب الشيعة الشباب حزب الله كمين بقلهم أنه بدنا نشاركوا معنا تنعمل دولة الحرية ودولة الثقافة ودولة الكرامة تنعمل معهم وطن لألنا كلنا هذا المطلوب منهم مش مطلوب منهم أنه الممانعة هاي دي الممانعة مين قلهم أني أنا بدي يكون ممانعة مين قلهم هني بدهم يكونوا ممانعين هذا هو بتقولي الطائف الطائف بيقول أنه كل اللبنانيين متساوين ما حدا ما في طائفي أساس الطائف أنه ما في فريق ما في مكون له حق أن يفرض رأيه على المقوّل الآخر طب وإذا مختلفين بالذؤية السراتيجية يعني قصم بده ممانعة وقصم ما بده ممانعة نرجع بنرجع للطائف الطائف بيقولك أنه ما فيه أنه قصم بيقول الطائف هو دولة نحن نبني دولة الدولة هي بتعرف ما فيه ما فيه واحد يقول لي أنا بدني مانع وأنت مانع مثلي أنا عندي مقاتلين أنت ما عندك مقاتلين لا 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 أستاذ ولي مش هيك مش هيك كلنا منها هيك يمكن بالمنطق بس بقوة الأمر الواقع هيك يا حبي القوة بحياتها القوة بحياتها ما كانت ما وجدت حل الحلول ما بتجي بالقوة الحلول بتجي بالعقل الحلول تجي أنك تعرض أنه على اللبنانيين كل اللبنانيين وأخوة الشيعة هاودي أخواننا الحقيقيين ما شو ليدعمنا نحنا هاودي أخواننا هاودي بلدنا أنه بدنا نحنا وياهم نبني بلد ما صار مثلو بالعالم هذا المطلوب بنا مش مطلوب بنا أنه نحنا نعمل ممانع ونقتل بعضنا لا مش مطلوب بنا أنا ما في حدا يقلي أنه أنا عندي مقاتلين بيأكلوا جبال لا يسمحوا لي فيها هذا أنا الحقيقة يعني أنه أنه لا يزعجك هالشي طبعا يزعجني هالشي لا إذا في طائفي عندها مقاتلين وضعت قوتها في خدمة لبنان يا حبيبي أنا أنا يومتها يعني لم يقيل هذا القول ما كان بموضع خدمة لبنان كان بموضع بيقلي تهزبه وتقدبه ما لاشي يعني أنه يمكن أن أحكي كلام ما بيحكي إلا الإنسان اللي يعني عم بريد أنه يساعد أنا أنا بدي يعني الأشقاء والأخوي والكذا وأحبائي أولادي عندي معنى يعني من مجموعة بيتاك يعني من أفضل القدرات طبعها هني شيعة أنا ما بفرق بين الشيعي والمروني أنه عيب يعني نحن ما بنفرق ولا بحياتنا فرقنا فائد القوة لن يحل مشكلة لبنان وأنا بنصح بنصح أنه اليوم اليوم قبل بكرة أنه نرجع تنبني بسوى بلد لألنا كلنا طب كيف بتلاقي يعني أنتا نختم هالمحوة كيف بتلاقي الحل لسلاح حزب الله يعني الحل لسلاح حزب الله أنه يسلم سلاح سلاحه للجيش اللبناني الحل أنه أنا بطلب كمان من الجيش اللبناني أنه يقوم بواج بيته لأنه الجيش اللبناني هو جيش لكل لبنان وجيش اللبناني منه بحاجة اليوم في الفنول بين لبنان وبين إسرائيل اليوم الجيش اللبنان ما في عندي خوف من إسرائيل طالما موجود الفنول على الحدود بيننا بس هل تنتظر أنه حزب الله يسلم سلاحه بدون ما ياخد مكتسبات سياسية؟ أنا أنا يعني أنه هذا هذا موضوع بخص حزب الله ما بخصني بس أنا ما بدي ياخد فيه ياخد سلاح فيه ياخد مكتسبات بإيران بس مش بلبنان أنا يعني اليوم بلبنان ما بدي أعطيه مكتسبات بحزب الله إذا سلم سلاحه لأنه لا يبدي أعطيه مكتسبات بلبنان أنه هذا الكلام وما بعتد حدا رح يعطيه مكتسبات بلبنان نحن دايماً عنا يعني نظرية المؤامرة أنه كل العالم عن يتأمر علينا مع الساعة بنقول حزب حزب الله أميركا بدأ تدفئ مع إيران وفلان بدأ يدفئ مع فلان لا أنه هذا الكلام منه صحيح ما بعتد أنه حدا بده يتآمر علينا وحزب الله ما رح يطلع له مكتسبات ونحن رح نخرب بلدنا ونحاوله لصومة لي إذا حزب الله لن يسلم سلاحه هذا كل شيء يعمل حزب الله أنه نرضي إسرائيل يتحول لبنان إلى صومال ويبين أنه المسيحيين والمسلمين في هذا الشرق غير قادرين أن يعيشوا مع بعضهم هذا هو حلم إسرائيل وهذا هو اللي ناضرت من أجله إسرائيل وإذا حزب الله اليوم عم بيساعر تتحقق هذا الموضوع ما بيكون لمصلحة لبنان يمكن نحكينا انطلاقا من الطائف ذلك المجهول حكينا دستور حكينا إنون ومساق وأيضا نحكينا هلأ سياسي بعد عندنا الشئ الأساسي والمهم هو الشئ الاقتصادي بدنا نحكي عنه وإنما بعض فاصل أعلاني يعني ما فينا نحكي معك بالاقتصاد إلا ما نبلش بالقطاع المالي والقطاع المالي بدنا نبلش بوضع مصر في لبنان وحاكم مصر في لبنان كيف بتشوف هذا الصراع القائم بين عدة مراكز نفوذ حول حاكم مصر في لبنان الحقيقة يعني أنا يعني العقل الخرافي الأسطوب السياسي اللي قادنا إلى الإخفاق هو ذاته قادنا إلى الاقتصاد لأنه لم يكون عندك دولة مستحيلة بدك توصل لشي اللي وصلنا له السلامي بالبنك المركزي هو كالمنثق العام للمنظومة لعن دير الاقتصاد في لبنان بالفعل هو كان دوره أكبر من حيكم مصر في لبنان هو كان دوره فاعل في الاقتصاد وكان عني فاعل أو منفذ كان فاعل ومنفذ هو كان المنسق العام تبع كلهم لأنه هو كلهم يعني كلهم كان عن يرضيهم كلهم وكان أنا بدي أقول لك شغل يعني كان في مجلس الإدارة من زعماء الطواقف هو المدير التنفيذي أنا برأيي هاي كان كان هو هو يعني هو ما كان عن يعمل والدليل على ذلك أنه جدد لأله أربع مرات أنا من سنة ستة لأربعة وتسعين كتبت أنه هذا الموضوع يعني شيء يمكن مرضي يومته لسلامي وعندما في كتابي هو لبنان الآخر اللي خط في الانتخابات كان مواش في سنة الألفين كتبت فيه كماما أنه تماما تماما إذا بتقرأ هذا الكتاب راح تلاقي تماما أنه عم بقول لوين بدنا نوصل وفي هذا الكتاب وضعة الحلول هالحلول الموجودة في كتاب لبنان الآخر لو بنستعملها اليوم وما فيه ما فيه إمكانية إلا بنا نرجع عليها نحنا اليوم كنا يعني برأيك كان لازم يتغير حكا مصر في البنان بالحقيقة ما بعرف أنا ما في لا برأيك يعني السياسة المالية خطأ يبقى أكثر من السياسة المالية بدي أقول لك شغل تتعرف إذا السياسة المالية خطأ نحنا في لبنان جينا من سنة 1992 إلى 2013 دخل إلى لبنان 300 مليار دولار من الخارج يعني اللبنانيين في الخارج دخلوا إلى هذا البلد 300 مليار دولار شوف شو معنا 300 مليار دولار نحن اليوم وإننا دخل 300 مليار دولار هذه 300 مليار نحن كل الدين العام اللي يقولوا دين العام في لبنان هو أقل من الفوائد اللي ترتبت على الدين يعني اليوم نحن إذا كان عندنا دين عام بلشت بتسعين مليار دولار كنا على هذا الدين جاي أكثر من الفوائد لأن نحن الفائد الأولي ما يسمى بالفائد الأولي بين الدخل والبين الوردات والنفقات كان إيجابي خلال كل هذه الفترة طيب وين المشكل يعني؟ المشكل أنه عملنا سياسة ريعية تدمير للاقتصاد سياسة البنك المركزي وسياسة الدولي كانت سياسة تدمير للاقتصاد نحن اليوم كان لازم نكون بلد من أغنى بلدين العالم واليوم كان لدينا كل الإمكانيات ولم يزل لدينا كل الإمكانيات تنكون بالفعل بلد غني وبلد مرفع هالسياسة الريعية اللي تبعد برأيك هل هي عن جهل أو عن مؤامرة أو عن طمى؟ يعني البعض لأنه هي بتحقق الضبح السريع لتلاتة سوا مرات الغباء أهم من الفساد بس الفساد والغباء إذا اجتمعوا مع بعضهم بنوصل للمحل اللي وصلنا حرام حرام الشي اللي وصلنا لي حرام يعني هذي اللي بنحكي عن الطائف طائف أول شي فيه بالطائف بالميثاق والميثاق أنتلك أهم من الدستور فيه المحافظة على الملكية الفردية محافظة على الاقتصاد الحر محافظة على المبادر الفردية اليوم هذا بالطائف هذا بالمبادئ نحن اليوم ما فينا طب حتى بهذا الطائف هذا ما بين بشكل من الأشكال أنه رئيس جمهورية مثلا ما أنه قادر على حاكم مصر في لبنان أنه هوني كمان ما فيه مشكل بهذا الدستور يا أخي رئيس أولاً يعني رئيس الجمهورية يعني أنا ما بعرف إذا قادر أو منه قادر يعني منه سيد بس بس رئيس الجمهورية ولا بلد بالعالم أنه رئيس يعني ما لازم يكون فيه أنه دولتين ما كان فيه لازم رئيس جمهورية يكون قادر على كل الناس لأنه رئيس الجمهورية شو شغلته أن يطبق الدستور أن يشرف على عمل مؤسسات رئيس هم مش هو اللي بيعمل قرارات رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هو الرئيس إذا كان الرئيس يعني أنا ما بعت إلى أن الموضوع هو موضوع صلاحيات الرئيس لأنه حتى دستقول الدستور لأنه في كتير تناقضات أنا اليوم فيني صلح بكل الدستور بدون ما مصب المساق اليوم المساق شيء والدستور شيء طيب اليوم بدي أكمل معك بالموضوع الاقتصادي برأيك لبنان بأوضاعه الحالية و بوضعه المالي المتدهور بعده قادر يلحق بموجة العصر قادر يلحق العصر وين صار على كل الصعود صناعياً تجارياً معلوماتياً بكل المجالات يا سيدي قادر يسبقهم كلهم قادر يسبقهم شوفهم بارح مثلاً يعني فرقة ميز يعني أنه هذا اللبنان هذا بلد هذا شعب عبقري هذا شعب عظيم هذا شعب لا مثيلة له في العالم لأنه نحن ما نجلل ما نكفي نجلل حالنا لأنه في فئة بده تسيطر على على البلد ما نجلل حالنا ما نفقد ثقتنا بنفسنا لبنان عندما نبني دولي بيرجع بفترة كتير أصيري ويرجع من أهم بلدين العالم وبالحضارة مين قالك أنه نحن نحن الشركة لبنانية مثلاً عم تشتغل بالعالم كله ماني شايف أنه العالم تقدم يعني صحيح صحيح أنه هذا النظام خطم الجامعة اللبنانية هذا النظام خرب الجامعات هذا النظام حول التعليم إلى تجارة ولكن لم يزل لم يزل مثلاً بيمرس البولي تكنيك في فرنسا لم يزل أنه تقرجين كل سنة عم تاخد خمسة أو ستة من طلاب اللبنانيين أو عشرة من الطلاب اللبنانيين في هذه الجامعات يعني ما نجلل حالنا ونفكر حالنا أنه نحن صرنا في مهملين في التاريخ الجمهورية الأولى يعني كان متهمين المواظنة أنه عندهم المظنية السياسية وضع لبنان بالجمهورية الأولى ولو سلمنا جدلاً أنه في مارونية السياسية ألم يكن أفضل من وضع الجمهورية الثانية؟ بمئة مرة تقلق ليش؟ لأنه صحيح كان رئيس الجمهورية عنده سلطاته ومش قادر يميرسها ولكن كان في حياء كان في حياء ما حدا كان يقول يعني كان في حياء كان فيه ما حدا كان يقول أنا عندي حصة كلمة تحاصص هذي من وجدت؟ أنا ما سمعت كلمة تحاصص إلا بعد التسعين هذي كلمة تحاصص حتى طائف ما حدا حكي بالحصص ما حدا كانوا يحكوا بالهيمني بس ما حدا كان يحكي بالحصص يعني كان الموظفين ما كان الموظفين حصص حدا يعني اليوم الدولي قضية جدية جدا والدولي بدى نساء ورجال دولي الدولي بدى ناس قضيتهم هي الدولي أما المخاصصة هل المشكل دكتور يونس اليوم يعني أحد المحللين قال أنه يمكن المشكل أنه بطل فيه ناس من حزب الدولي يعني فيه ناس من حزب فلان حزب تاني حزب تالت بس حزب الدولي الحقيقي ما عد موجود لأنه ما فيه دولي لأنه ما فيه دولي أنه إحنا عنا دولة دولتنا مثل راجح دولتنا مين خلقها مين خلق الراجح كذبي كبيري خلقوها السياسيين هني بيقولولك فيه دولة كل تأثير سير دولة ما عنا ما يلحقه الدولة ما عنا كهرباء يلحقه الدولة ما عنا شي يلحقه الدولة فيه ما فينا نلمس به الحقه الدولة يعني الدولة صارت راجح راجح بتعرف بالمسحية بحبانية بالمسحية رحبانية خلقوه المختار طي يخوف الناس فيه طي يظل يلعب الدور انه هو حامل ضاعة ونحن الدولة انا متل راجع ما في دولة في لبنان كل واحد بيقول في دولة هذا المكون المسخ بطلات رؤوس بالقروة المتخلة بس المشكل هون او البعض كمان بيقول المشكل انه بعد الحرب دخلوا امراء الحرب وامراء الميليشيات الى الدولة وبالتالي بدل ما تصيروا هن ابناء دولة دخلوا منطق الميليشيات الى الدولة طبعا طبعا هذا ما حدا يدعي العكس بذلك لانه بس هذا كان هذا كان المخطط طبعا انا بسميه الوصي المنتدب الوصي المنتدب على لبنان هذا كان شغلته لانه بيكان يستطيع ان يتعامل مع الميليشيات اكتر ما يستطيع ان يتعامل مع اللبنانيين الشرفاء اللبنانيين البعض اللبنانيين اللي عندهم قيم اللبنانيين لبنان ما في دولة بتقوم اذا ما عندها قيم ذاتية وهذا المثاق وضع لك القيم الذاتية لهذه الجمهورية وهذا كان يعني ما يسمى بالطمارونية السياسية كان في قيم ذاتية للدولة الرئيس شرل حلو صحيح ما كان قدر يمارث صلاحياته كرئيس ولكن كان عنده قيم رئيس شرل حلو مثلا وقت العمله التطهير هو كان رئيس الجمهورية عمله التطهير يعني المنظومة انه طحروا خيوا انطوان اخوه لشارل حلو طحروا قلمش عن يجي عالوزارة كما يجب ومضي مرسوه يعني هذا كان لبنان عايام ما يدعي يعني شرل حلو كان يروح بنفسه على بساموري سورون دي كور ويطعم الناس كان رجل متواضع كان رجل فيلسوف بس ما كان عنده سلطة ان يعمل دولي لانه نظامنا السياسي القائم على نظام الطوائف ما قادر يعمل دولي بس كان في قيم اليوم بعد بعض الطائف ما يسمى الطائف ما عيد في قيم صارت قيم هي الشطارة هي الكذب انت تشفت في احد الكتب اللي طلع اليوم الناس بيكذوا كتب بيخبروا عن علاقاتهم كلهم اللي كانوا عملا للخارج وما حدا بيستحي يعني نحنا كمان يعني الشيء اللي اذلنا في الاقتصاد و اذلنا في السياسي اذلنا في الاخلاق يعني الاخلاق اللي هاو دي الناس العظام اللي اجوا نحتوا هالصخور وعاشوا فيها و جللوها وحولوها بسيطين بعرب وعاشوا فيها اثنين كتيري هاو دي اجوا لانه عندهم قيم برني حافظوا عليها حكيت عن عملية التطهير ياللي صارت بعهد اذا اي الشر الحلو لو بهذا العهد او بالعهد المقبل بده يصير عملية التطهير داي بيبقى بالدولة مهدا بتفضل الدولة لا لا كتير قليل كتير قليل لان الحقيقة على ايام على ايام ما يسمى المارونية السياسية على ايام انا اللي مجيت من الجامعة على جيت جيت يعني كان برأيي يومتها مش اكتر من عشرة او خمسة عش بالمية يوظفوا بالدولة كزبائنية يعني الزبائنية كان في ناس بيضال في زبائنية بس كانت مؤتصة على خمسة عش بالمية يعني يمكن عشرة خمسة عش بالمية هن الزبائنية وكانوا يومتها قسم منه كتير ما يسمى بلبنان وليد عيال انه يجيبوا ويحطوهم لانه هاو دي جايين من اماكن فيه يعني من المؤسسة السياسية الموجودة ولكن حتى بخلال حرب الاهلية يمكن ضليت خمسين خمسين بعد الحرب الاهلية انا برأيي خمسة وتسعين بخمسة اليوم خمسة وتسعين بالمية يعني بما بعد الطائف وبزمن الويصاية بزمن الويصاية بلشت اكيد بزمن الويصاية عندما اطلقت المؤسسات الدولة للسياسيين انوا تصرفوا فيها يعني هالمعقول ما حصل للجامعة اللبنانية صحيح هالمعقول ما حصل بالجامعة اللبنانية يعني انا يعني عايب انه عصاب خليفي بعتلي مؤخرا رسالي نشره بمجلة بجريدة الوعي بمجلة الوعي سنة ألف وتسعمية وستة وسبعين ألف وتسعمية وستة وستين وقت اللي تألفت أول عدد حركة الوعي أول عدد من حركة الوعي خليف that في مقال له قللي بهالمقال يقول فيه يعني انو نحن في المستقبل بحكي عن الثقافة المقال كان عن الثقافة انو نحن ما راح نفتخر بالجامعة بأنه في لبنان هذا الوطن العظيم بل نفتخر انو هذا اللبنان في جامعة مثل هايكت ذي جامعة لأنه نحن ندلنا مشين هذه الجامعة اللبنانية تكون جامعة وعال بالفعل كنا مع تقديين وش 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 ومؤمنين كنا معتقدين غير أننا مؤمنين كنا كان في اعتقاد أن هذه الجامعة ستصور من أهم جامعات العالم سنغفورة لم يكن فيها ولا جامعة اليوم صار عندها أهم جامعات العالم نحن كنا نفكرين أنه بدي يكون عندنا أحسن جامعة بالعالم صارت جامعاتنا مراكز ما دام كمان عم نحكي عن مرحلة ما بعض الطائف برأيك لو قيد لرئيسه نام عوض أن يبقى على قيد الحياة لو لم يتم اغتياله هل كان المسار مختلف بالنسبة إلى الطائف هل بتعتقد أنه اغتيله ليش اغتيله هذا الرجل برأيك تفكر ليش اغتيله ما كان عنده عدو وكان رجل محبوب عدو بالمعنى المباشر لا أكد ما كان عنده ليش اغتيله باز اغتيله لأنه جاي تيطبق الطائف وفيه يعني معلومات منه وقت هلأ أخبر أنا بعرف أنه هذا الرجل كان أهم شيء وكان خايف على حاله أنه لأنه جاي تيطبق الطائف كان هو يعني هو استشعر الخطأ أنا برأيك أنا نعم نعم يعني يلي اغتلوك هدفهم اغتيال الطائف طبعاً طبعاً وتم اغتيل الطائف وبعدين يعني سليم الحص اللي كان رئيس وزارة كمان يمكن من أحد الأسباب كمان اللي تم اغتيله فيها لأنه بتسميته لسليم الحص بعكس إرادة الوصي يومتها اللي كان عبد الحليف سوريا كمان سوريا يمكن هذا الشيء سهل بقيله وسليم الحص بعدين أغسي أغسي سليم الحص نحن بنعرف أنه سليم الحص التامدم اللي كان معمول سليم الحص ورنة معوّط كان هو المعوّل عليه من شان إعادة بناء الدولة ومن شان قيام هذه المرحلة بالبعد السياسي الاقتصادي يعني كانوا يكملوا بعضهم لأنه كانوا يكملوا بعضهم بالسياسي وبالاقتصاد والرئيس الحص كمان كان رجل دولي والرجل دولي كان لبناني وكان لبناني مخلص وكان لبناني بحب بلده يعني ولكن رئيس الحص ما قدر ولا استطاع أنه يعني كان كان عن يغرّد كان يستعمل كحاجة وقت البدنية بس كان عم يغرّد كل وقته خارج سربو طلقنا من الحديث أو صلنا لهون لأنه عم نحكي عن الوضع الاقتصادي بدي أرجع لو بدنا نحط اليوم خريطة طريق اقتصادية للخروج من هذا المأزق يلي وصلنا لإله برأيك هك الخطوط العريضة لخريطة الطريق الخطوط العريضة فيه ثلاث ثلاث أشياء الأمن والأمن والأمن إذا عملنا الأمن والأمن والأمن بصففين نعمل المحافظة على البيئة النظافة فينا نرجع يمكن نكلفنا يمكن عشرين أو ثلاثين مليار دولار تنرجع نصلح تخريب اللي عملوه بالبيئة تنرجع يعني بلدنا بس عنا أمن دوكتور يونس اليوم يا تيدي كيف عنا أمن يعني أنه عايشين بحالة أمنية الأمن أني عنا عود عيام ما يسمى المارونية السياسية اللي أنا ضدها وكل عمري كان ضدها كان فيه أمن للناس كان فيه أمن فيه حرية ما فيه أمن إذا ما فيه حرية لقمان سليم دخلك اغتيال كيف بلدك تقول لي فيه قاء أمن وأنا بغتال رمز من رموز الحرية والثقافية ماشا اللقمان سليم كان رمز رمزه حرية والثقافية لم بغتالي لقمان سليم ما أنا ما بعرف من اغتاله ولني عن اتب حدا لأني أنا القضاء بيتهم أنا مني شغلتي أنا اللي بعرف أنه مني عم بيتهم طرف معين أنه قتله بس كيف نحنا في بلد يقتل فيه لقمان سليم هل قتل لقمان سليم لأنه لأي سبب ذكرت الأمن بالنسبة إلى خريطة طريق الوضع الاقتصادي بس منا بحاجة نحنا كمان إلى دعم عربي الحقيقة صحيح نحنا ماش بس بحاجة نحنا إلى دعم عربي دعم اقتصادي نحنا يعني بدنا اليوم نحنا ما وضعنا أسوأ من وضع وقت انتهت الحرب الأهلي والمنصار الطائف التزمت القمة العربية والتزمت الجامعة العربية والتزمت اللجنة العربية العليا بمساعدة لبنان على إعادة أعماره اليوم نحنا بأنه ولد يعني عدم تطبيق اتفاق الطائف وصلنا إلى مرحلة والمساق الطائف العرب كفلوا تطبيقه كفلوا بشهر يعني أربعة أيام قبل تصديق الاتفاق طلعت اللجنة العربية العليا عملت بيان ضمنت فيه للبنان المساعدة منشان إعادة أعمار البلد نحنا اليوم البلد الحقيقة بحاجة إلى مساعدة ماش بحاجة إلى مساعدة كبيرة آنية منشان شبكة أمان اجتماعي بلدنا عم يفرغ عم يفل الناس هل العرب مستعدون لتقديم هالمساعدة يلي عم تحكي عنا؟ أنا برأيك أكتر من مستعدة يا سيدي بدنا نعرف أن العرب بيحبوا لبنان والعرب اليوم عندهم إمكانيات هائلة يعني اليوم مثلا المملكة العربية السعودية صار عندها فائط سنة الماضي بحوالي خمسين مليار دولار يعني هذا التقديراتها بالسنة يعني بالسنة اللي نعنا فيها رح تعمل خمسين مليار دولار دولار فائط وقادرين يساعدونا بس بدي يكون عنا نحن دولي تتساعدة شو كيف بدي يساعدونا إذا ما بلشنا ما بشرنا بمساعدة يعني يطلبوا مننا إصلاحات هذه الإصلاحات هي شيء طبيعي هيدا عم نحكي عنصرنا صندوق النقد الدولي لا لا حتى ما صندوق النقد الدولي هو مش رح يعطينا إلا رمزية يعني إذا صندوق النقد الدولي عطى هذه الموافقة أنه أنا هذا البلد رايح نحو إعادة البناء الاقتصادي ساعدته أنا أكيد أنه سنحصل على على كثيك على مساعدات أكتر ما متصور أكتر ما متصور كل العالم العربي بس دكتور هوني كمان سؤال هل يمكن تحقيق الإصلاحات اللي عم يحكي عنا المجتمع العربي والمجتمع الدولي في ظل وجود هذه المنظومة؟ يعني أنا 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 بأتر يعني أنه نحن منا بحلقة مفرغة أنا برأيي صحيح بس هذه المنظومة اليوم أنا بنتظر سألتني قبل شو بنتظر أنا بنتظر اليوم إعادة تشكيل يعني اليوم إذا وصلنا للفراق لابد أنه هذه المنظومة السياسية لا شرعية ليش لا شرعية؟ لأنه انقلبت على مساء الطعب وفي بمساء المثاق في بند مهم هو آخر بند المثاق عشر بنوت البند العاشر بيقول لا شرعية لأي سلطة تناقض مثاق العيش المشترك يعني تناقض كل ما جاء في مساء الطعب لما بنص ولا محل على المخاصصة مساء الطعب بنص على قيم بنص على تصرفات هذه المنظومة من أول يوم يعني مثلاً الفترة الانتقالية كان لازم تبلش فوراً بعد انتخاب أول مجلس نيابي على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وعدد النواب 108 رفعوهم عشرين انت بتعرف انه هايلي رفعون عشرين صارت مناقشته بالطائف وكادة الطائف انها تتفجر لانه النواب اللبنانيين رفضوا المية وثمانية وعشرين لانه اعتبروا انه زيادة عشرين نائب على المجلس سيخل بالمناصفة المناصفة منه لانه هي مناصفة طائفية المناصفة هي التوازن بين جناحي الوطن للدخول بتطبيق المادي 95 من الدستور للدخول في إلغاء الطائفية اليوم كلهم بيحكوا إلغاء الطائفية السياسية بأنه بدنا نعمل هيئة حوار لإلغاء الطائفية السياسية الحقيقة هيئة الحوار منى لإلغاء الطائفية السياسية هيئة الحوار هي لإلغاء الطائفية تمهيداً لإلغاء الطائفية السياسية الطائفية السياسية لا تلغى بمرسوم تلغى بحوار بين اللبنانيين ومجلس النواب هو الذي يلغى الطائفية السياسية مش هيئة الحوار هيئة الحوار شغلتها أن تخلق التشريعات والمشاة تنتخلص من بذور هذه الجرسوم الخبيسة بختم هالحلقتين الخاصتين يلي كانوا عن الطائف شو الكلمة الأخيرة يلي حبب أنه توجهها إلى اللبنانيين وإلى العرب كمان بوجه أول شيء إلى اللبنانيين بقولوا للبنانيين بعدنا شعب كبير وهذا المارد لابد أن ينهض لبنان مارد لبنان يعني كلها اللي بيحكوا تيأسونا أنه نحن بلد ما عنده شرعية نحن بلد عندنا شرعية أكتر من أي بلد آخر في هذه المنطقة كلها حدودنا شغرافية وتانية يعني يكون عندهم سئة بحالهم بيقولوا أنه نحن موقعنا عاطل نحن موقعنا هو من أهم مواقع هو أهم مئة مرة من موقع سنغافورة مثلا نحن في هذه المنطقة من العالم وما بدنا ننسى أنه خلال ألف سنة من الألف التالت للألف التاني قبل المسيح سور سيطرت على كل البحر الأبيض المتوسط هذه من هذا الشرعب هذه كلمتك إلى اللبنانية لا أريد أن يكتر كلمتي اللبنية يوسقوا بحالهم يرجعوا للبلد لا يمكننا أن نعمل بلد ونعيش مع بعضنا بتنسيل الطائفي لا يوجد بلد أو العالم تنسيل الطائفي يعني الدولة المستحيلة أريد أن ننقوا الدولة أو الطواقف الطواقف هي في الوطن يعني هي المسيق هي أن نعيش مع بعضنا وفقاً للشيء اللي اتفقنا عليه أنه نعيش القيام الزيتية يعني اتفقنا على أشياء هي المسلمات وهذه المسلمات إذا اتفقنا عليها منا بحاجة لدولة طائفية إلا العرب إلا العرب بقلهم للعرب أنه نحن بعضنا بعرف أنه هني بحبونا يعني أنا من خلال الخبر ما بدي أقول له نحبونا أكتر بدي أقول له لا تيأسوا منا لأنه نحن بعضنا نحن بعضنا وبعدنا عرب ونحن العرب الأقحاح أكتر من كل العرب الآخرين لأنه لم خاصة لموارني بيناتنا لأن الموارني عندما لجأوا إلى هذه الجبال في القرن الخامس بعد المسيح يعني 200 سنة قبل مجيء الفتح العربي لهذه البلاد لجأوا وكانوا عرب ولجأوا لهنا هربا من شان توقف عن يبحثوا عن حرية وعن يبحثوا لأنه بصار في مجاذر لألن في على في في انطاق يبتعرف يعني طبعا هذه المجاذر خلتهم يلجأوا هذه البلاد نحن جينا بحثا عن الحرية ونحن رح نضل نقاطل للحرية يا أخي لنا العرب ونحن نقاطل للعروبي لأن العروبي هي شيء عظيم العروبي منى لنا عروبي بدون انتقاص نحب يفهم الناس ماذا أعني بعروبي بدون انتقاص يعني عروبي فيها كل روافدة الروافد والاستلهمات من كل منى العروبي بتخص عنصر أو دين يعني هاو العروبي الحضارية العروبي الحضارية العروبي الإرادية العروبي المستقبلية العروبي اللي ساهمت في الحضارة العالمية اليوم النهضة في أوروبا هي أساسها اثنين عرب بس منهم عرب بالعنصر اثنين من أمازيك يعني ابن خالدون وابن رشد ابو رواس يعني كل كل الحضارة اليوم حضارة العقل في أوروبا هذه كل أخذوها من ابو رواس يعني هذه أخذوها من الحضارة العربية بقوله للعرب أنه العرب نحن بهالخمسمائة مليون رح نصير بعد عشرين سنة أو عشرين سنة قبل الخمسين العرب خمسمائة مليون بالعالم يعني العرب بلد شائق كبير جدا في العالم في كل أقطارهم يعيشوا يوسقوا بحالهم وأنا برأي في نهضة عربية مع كل الناس يعني بحبهم أنه هذه النهضة جاية ولبنان برجو أنه يرجع يكون هو قلب هذه الأقلب النابض لهذه النابض مع الأمل بننهي معك هالحلقتين الممتعتين جدا وبتشكرك كمان على أنه استقبالك لإلنا بعين الحفة يا خي أنا عين الحفة هايدي فليح شو بدك تعمل أحلي وفي الليح مكفي سلطان نخلي في الليح مكفي سلطان هايدي دولتي طبعا الحفة بالزمان عملنا أنه بدنا وطن لمزرعة صار يقولولي الناس أنه ليش خيي صحي 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 عم بيقولولي المزرعة أهل المزرعة صحي صحي بيهموا المزرعة لأ وماذا دات في مزرعة كتير منظمة بيروا الأجار بيعاملوها ترررر علي بينما أهل الوطن حاليا يوم متا كانوا بيقولولي هذي حطبين عم بيقصوا الحطة بتاعملوها شحير لا المزرعة أحصي من الوطن بدنا الوطن مثل المزرعة وحتى المزرعة تكون ناشية بدا تكون مزرعة منظمة بزرعة بكذل شكر الله إليك كمان بتشكل أصدقاء المشاهدين على متابعة هذي الحلقة مع وليد عبود إلى اللقاء شكرا